يعني 2019 خلاص جريب ونودعها بس أنا قبل لا أودعها أنا يعني ودي يعني هذه الخبرة الكبيرة عندك طي فأكيد تابعت الأعمال الدرامية اللي كانت في فترة رمضان تحديد احنا نتكلم ما تابعتاي ليش؟ للأسف ما تابعت أحس من المفترض أنه يكون لاي والله بعد رمضان؟ لا لا الحين ما تابعت بس قالوا لي عن تيرفو أنت ما تابعت شيء وعجبتش؟ أو حسيت أنت تحبين تتابعين منها؟ أنا لا أتابع مسلسلات عربية كويتية نحن نتكلم لا شوفي إذا كنت قاعدة وما عندي شغل أتابع لكن أنت تعرفين شلي صير في رمضان كثر الأعمال أنت تتدودهين بس بعدها ينعرضون ترى بعدها ينعرضون بتوقيت حلوم رتب ما في زحمة إن شاء الله أتابع لك إن شاء الله هالسنة بتتابع إن شاء الله خلاص السنة قربة تتخلص وحلقتنا بعد جريب خلاص ثواني إن شاء الله يا ربي سنة خير علينا وعليتش يا رب وننتظرتش إن شاء الله في رمضان 2020 ونشوف نجمتنا طيف حبيبتي إن شاء الله إن شاء الله أتمنى يا ربي إن الأعمال اللي بقدمها إنها تنال إعجاب للناس وأي شي فيه يقولون إذا عجبهم أو ما عجبهم إن شاء الله أكيد بدنا الله بما إحنا قلنا تكلم عن السابق والحاضر قبل لا نختم في صورة نبي نشوفها جمعت ما بين السابق والحاضر خلنشوفها قبل لاحنا نختم الله مع الفنانة هبا الدري هذه ابنيتي هبا الدري شوفي من الممثلات اللي أنا التقيت فيها في دارة الأيام والتقيت فيها في جود وهذول وعمال أخرى البنت هذه نفسها هبا الدري اللي عرفتها في دارة الأيام اللي ما تتغير نهاائيا من كشكل أنا أقصد كروح كروح أكيد ما تتغير فهذه ابنتي أحبها وايد وستانس لما يكون في عمل بيني وبينها وعلى فكرة جود هذا يعني أوكي فيه هو نص مكتوب لكن وايت سوالف سوينها أنا وإذا طلعت شذية تلقائية بيني وبينها والحمد لله أن أحبوها أنا وايد أحبها وأتمنى لها يا ربي التوفيق في كل أعمالها آمين يا ربنا